السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دلوقتي انت ممكن تسطب الستيويل ديفيجن عندك على الجهاز كل عليك ان انت تدخل على اللينك اللي انا هتطولك وتسطب حاجة اسمها A1111 Web UI ده وجهة من الستيويل ديفيجن استيويل ديفيجن هو ده المحرك الاساسي لكن بيبقى لي كزا وجهة دي وجهة من ضمن الوجهات يعني هتديك وجهة سهلة تشغل معها اللي هي الوجهة دي يعني اللي تسطبها هي دي اللي تظهر معي زمان كان لازم تكتب اكواد معينة عشان تسطب دلوقتي خلاص الموضوع بقى سهل جدا وده اللي ساعد الناس كتيرا انها تسطب عندك على الجهاز ده ممكن نخليك في يوم من الايام ممكن بوكرة بعده تروح مسطبه عندك وتربطه بالموقع بتاعك وتخلي فيه خدمة للناس مدام السيرفر بتاعك شغال بس ده محتاج طبعا سيرفرات سوبر حاجة قوية جدا تقدر انها تخدم على كاسة واحد في نفس الوقت يعني انت الستوبرد ديفيشن ده انا باخد وقت على ما يزهر لي النتيجة يعني بتدي له أردر ورد مثلا 3 ا4 دقيق ماشي؟ فده جهاز واحد مفروض بها انت معامل خدمة دي لناس كلها فهتلاقي ممكن يقعد مع كل واحد ساعة ساعتين مفروض تجيب صرفات قوية تسرف شوية بحيث ان تبقى انه يقدر يخدم على كاسة جهاز في نفس الوقت بش موضوع انا همنتكلم دهوقتي لو انت عايز تسطابه عادي مجرد ان انت ملف EXE وتسطابه وينزل معك عادي الموضوع ده Open Source فتقدر تحمل السورس كود وتقدر ان انت تقراه والكود نفسه تقدر ان انت تتعدل فيه لو انت عايز تعمل حاجة خاصة بيك اي دي مثل فاكرة Open Source او فيه برنامج مثلا اسمه بنوكيو ده بيخليك تسطب اي حاجة من بطاعة الزكال الصناعي مجرد ان البرامج بنزل عندك وتقول له اختار بالاختار ده مثلا نروح مصطفه لك تمام اه البرامج سهل جدا جايب لك كل برامج الزكال الصناعي ال Open Source اللي تدفف عليها تليه سطب معك بايرت مش محتاج منك لخبرة ولا حق خالص هتلاقي مثلا Stable Division Wave UI هتلاقي عندك مثلا حاجات خاصة بالفيديو الميزة ان انتقدر تخصص النتيجة يعني الوجهة اللي بتلافل البرامج الثانية بيديك حاجة معينة لأ هنا هتبقى معك ان انت تعمل حاجة خاصة بيك تمام؟ زايد ميزة دلوقتي انقلها هنا مثلا تقدر تقول له انا عايز البرامج كلها ماشي ماشي هنا بيبدأ يجب لي داني نفس الطابة ماشي ممكن اقول له لا انا عايز الوجهة الرئيسية تمام؟ قلت له Discover فاجاب لي البرامجة كل دول تقدر استطابها معك على الجهاز هناك حاجات مثلا Real Time تقدر تستطر مثلا كل دول تقدر استطابها معادي وتشغل معك بدون يمشي خالص لورا مثلا الميزة ان ملكش عدد محدد يعني كل المواقع بيقولك مثلا انت محدود بكذا يعني كل المواقع المجانية لازم يديك حدود معينة وحتى المواقع اللي بفلوس بيديك بردو لو انت مثلا حاول تعمل الف الصورة في اليوم هقولك لا يعني خف شوية فبردو بيبقى لها حدود انما مدام مستطبع الجهاز عندك فماللوش حدود زايد ان انا ممكن ادخل على مواقع مثلا المواقع دوت المواقع ده بيديني مدرس كتيرا اقدر ننضيفها يعني انا عجبني مثلا هروح دايس بقول له انا عايز اعمله دول لود بعمله دول لود تمام ويبدأ اشغاله من الجهاز في حاجة كتيرا بتبقى دليك ان انت تعملها دول لود بكل سهولة كان منهم مثلا واحد بيخليك تكتب بالعربي تكتب بالانجليزي الكتابة نفسها لسه بيعمل مثلا ممكن تختار مثلا حاجة زي كده عجباك تقدر انت تحملها عندك الجهاز يعني مثلا ده لورا خاص به اللي انت تعمل في لور بلاد طب ده عجبني اروح اعمله دول لود ووضيفه لي السيبول ديفيشن بتاعي تمام طيب هنزاله فين طيب ده الجهاز بتاعي هوت تمام موديل دي الموديلس اللي موجودة عندي اقدر ان انا احمله هنا اهو وفك الضغط ويبقى موجود معاين تقدر ان اضافه لي بحيث ان انا اقدر اضافه لي شغل التاعي فاقدر اضافه مثلا انا مهتم بالحياة المعمرية فاقدر اضاف الحياة المعمرية على الجهاز عندي تقدر تعمل رن للموديل ويبدأ اشرحولك لو انت عايز تشغل على الموقع تمام ممكن تقول له انا عايز مثلا نشغل هنا فيبدأ يستحولك على الموقع بالموقع انت برضو تقدر تعمل موديل يعني انا افكر مثلا عن موديل زي عصر اسورات المصيرين الكدامية تمام لما يطلق عليهم زورا الفرعنة ممكن نحط كل اللوح ويبدأ هو يخذ الاسطايل اول محد يديلو تيكست او كذا يبدأ ان هو يعمل الصورة ده موقع الموقع اللي هو السيبر ديفيجن لو انت عايز تجربه اونلاين من غير مستطب ممكن تكتب البروميت هنا وتختار الاسطايل ويبدأ يعمل لك جنريت احنا دلوقتي نستطبنا عندنا على الجهاز وده ال الابيلت شارعيه وحتى لما تجي تستطب بيقولك ان انت لو تدوست على الانك دوت بعد ما تستطبه هيفتح معك وتبدأ تشغل عادي او نقدر نعمل الحاجة تانية برضه ان انا هاجي هنا وقال له ويبيو اي شرطة يوزر تمام؟ هيروح فاتح معك الصفحة ديت وتقدر ان انت تشغل عليها بدون ان انشاء خلص طيب خلينا ندلو امر مثلا كات ات زا سكاي طيب ونقل له جنريت على ما نعمل جنريت بقى نبدأ نبص على الاختارة الموجودة تمام؟ تقدر طبعا تجينا في النيجاتف وتقول له ايه الكلام ان انت بش عايزه يعني هو عمل لك الصورة فاكتشفت ان هو اضاف حاجة او عمل حاجة هو بيدمك صور كترة مع بعض فممكن حاجة ما تعجبكش فتقول له في النيجاتف هنا شلي الحاجة ديت طيب هنا ده السمبل مسجد هو بيجمع صور باكتر من الطريقة ممكن تبدأ تجرب وتشوف انا واحدة فيهم اللي انت اقرب لنتجة بتاعتك كل واحد ليه نظرة معينة يعني كل واحد عايز يعمل اعلان معين واحد عايز يعمل حاجة معمرية كل واحد هيلاقي حاجة تعجبه يعني لكل ساقطتهم لقطة وكل كاسدتهم لها سوقه يعني كل واحد بيلاقي الحاجة اللي هو بيحتاجها يعني كل حاجة بيبقى لها الزبون بتاعها ماشي؟ طيب هنا بقى تحكم في الويتس والهاي هنا سمبل ستيب كل ما تزود كل ما بيديك ديتيل اكتر وهنا انت عايز كم صورة وهنا الفي جي سكيل هتخلي يلتزم بالتكست اللي انت بديه بالله هنا هنا عندي حاجة اسمها هيرث ده لو انت عايز تعمل أبسكيل وحدد له هتعمل أبسكيل بمقدرة دقيقة عندنا برضو خاصية حلوة هنا برضو اسمها سنة سنة يعني الصورة دي بعد ما تخلص ان شاء الله تخلص على خير هتجي هنا على لما تبعت الصورة دي او تجي هنا وترفع صورة من عندك من الجهاز وتقول له اعمل لي فيها شوية تعديلات يعني ده البرومت هوت وتقدر ترفع صورة تقول له درج صورة هنا عندك امش في امش او عندك سكيتش حاجة انت رسمها بديك كده سريعا او عندك امبنت او عندك امبنت سكيتش ففيه حاجة كتير تقدر من انت تشغل عليها بحيث انت كده بتخصص عندك انت امكانان كل حاجة ممكنة كل الحاجات اللي موجودة في الموقع اللي انت بتشوفها كلهم موجودين عندك على الجهاز بعدد لانهاء ممكن حتى تدخل على اكسترات وتبدأ تديله كمية كبيرة من الصور وتقول له اعمل لها كلها ابسكيل مرة واحدة مثلا باشي بروسيس تقدر ترفع ملفات كتير بانجي انفو تقدر ترفع صورة وتقول له سنتو تكستو امش او امش تو امش او امبنت او او اكستراكت تقدر تاخد معلومات من الصورة وتكمل الشغل عليها فاكرين ان احنا جئنا هنا واخترت فلور بلان وعملته دونلود دلوقتي عملت رفريش تظهر عمدي هنا في حاجة اسمها الشيك بوينت هذا الموضل الاساسي اللي يشتغل به ده البوابة الرئاسية وده بحجمها كبير تمام موجوده في لور بلان فبعد كده ممكن لو قدته اي حاجة يبدأ يشتغل على لور بلان سي او او ار اي اس ده برض الفولدر تقدر تنزل في لورة اللورة دي بتديك مزايا اضافية على الموديل الاساسي يعني الواحدة متنفعش لازم يكون في موديل وهي تحملت على الموديل دوت وكل موديل بيبقى لورة معينة بالشغل بها طيب لو انت عايز ستطب اي حاجة لو انت بدهر على نت و لات حاجة موجودة ممكن تاخد الرابط وتبدأ تحطه هنا يبدأ نوصل طبولك عندك نستول from url بالذات مثلا موقع زي github هتلاحك كثير جدا كل عليك ان انتسخ الرابط وتقول له انا عايز ستطب الموديل دوت فهيقدر نوصل طب معيك نستولد دي الحاجة اللي مستطبها دي الفولدرات اللي موجودة تقدر ان انت تشغل بها لو في حاجة عايز ستشغلها تقدر ان انت تشغلها لو تقدر تعمل disable ل اي حاجة تقدر تعمل check for updated لو في اي حاجة لكن انا نزال قريب فهتلاقي اخر حاجة ده loot from ممكن في فولدر معين عايز تحمل منه حاجة تقدر ان انت تحمل فبكده انت عندك عدد لنهائي من الموديلس مثلا cvii هتلاقي في ملايين تمام الموديلس كتير جدا مثلا تعمل search على عرب مثلا ماشي مش طيب بدأ يحملك شوط حاجات اهي تقدر تشوف ايه اللي انت عايزه مثلا السوب العربي في واحدة عمل حاجة خاصة به السوب العربي بالمناسبة الموقع ده ممكن تلاقي فيه صور سيئة فبس سليه طريقة ان احنا نقفله انا اجبدي مثلا استيل دوت وهذه الطابلية ان شاء الله ماشي هتجي هنا ولازم تدخل على account setting عشان تقفل صور سيئة تمام لان انت بس سيئة بزيادة يعني اه to content blur mature content وهكذا اعلم عنهم عشان هو ما يزال لقش الحاجات ديت شيل العرمة ديت تمام عشان ما يزال لقش اي حاجة فيها اي مشاكل دي اه انسب حاجة بدل blur اعملها تمام انا كده ان شاء الله في السليم تمام لو في حد احس ان انا عملت حاجة غلط يقول لي بس انا اعتقد ان انت لازم تقفل ديت تمام كده تقدر انت صفحة الموقع بأمين طيب هنا تقدر تعمل download للرستير دوت ويبدأ ان احنا نضيفه عندنا في الاستيبول ديفيشن بتاعنا تمام اقدر اقول له download وابدأ ان اشغل عليه او اقول له لو انا عايز استخدمه في اي موقع تمام هو هنا في الميديولسة ممكن اقول له run ويبدأ اجيب لي الموقع اللي انت مكنت شغل عليها فهقول له هنا automatic دوت يبدأ افتح لي المشروع هتلاقي هنا لينك اللي انت ممكن تسطر من خلاله او انه تسطر دوت وهكذا طيب لو ليت موقع تقدر تشغله وبدون اي حاجة خالص هحط لكم رابط بتاعه عشان يبسهل بالنسبة لكم انا مش هستغل عليكم اكثر من كده لكن ان شاء الله فى الشرحات اللي جاي تكون اوه في حاجة كثيرة نزلت يعني يوميا الواحد بيله حاجة كثيرة نزلة فى موضوع الذكاء الصناعى وتحويل البرومت اللى يصور وهكذا فتابعوهن عكم ان شاء الله شكرا